طيب معنا عبر الهادف الآن جيرد نوس عبر سكايب عبر سكايب جيرد نوس مدرب ليفربول السابق إفندم سواح الخير مشرف ومنور على تلفزيون المصري برنامج راكم عشر مرحبا وأشكركم على استضافتي هذا مصدر سعادة لي خطوات كثيرة اتخذ ليفربول حتى يصل لهذه النقطة وهي التجديد لمحمد صلاح رأيك ايه في هذه الخطوة بالنسبة ليفربول وبالتأكيد لمحمد صلاح أنا سعيد جدا لهذا الأمر وللتجديد لمحمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم لذا أعتقد أن هذا التجديد أمر جيد جدا ويساعده على تحقيق المزيد من التقدم هل كنت توقع تجديد محمد صلاح ليفربول ولا كنت توقع رحيل عن الفريق حسنا هناك عدة أسباب وكانت هناك العديد من المفاوضات وبالطبع هذا يحدث مع اللاعبين الذين تمتعون بمستوى مرتفع وهذا دائما ما يحدث كنت أتوقع بالنسبة كبيرة أن يجدد محمد صلاح العقد لليفربول في رأيك تجديد محمد صلاح في التوقيت الحالي ورحيل ساديو مانيه عن الفريق وأصبح من الفريق مصمم أو مصر على تجديد محمد صلاح خاصة بعد رحيل مانيه باير ميونيخ أستطيع أن أقول أن الفريق نادي ليفربول مهتم جداً والأمر كان يتعلق بمحمد صلاح نفسه باعتباره واحدة من أفضل اللاعبين ودائماً تكون هناك مفاوضات وتوقعات ويجب أن يكون هناك تركيز على ما يتطلبه اللاعب والفريق أيضاً طيب على مستوى رحيل ساديو مانيه عن ليفربول هل يتأثر الفريق كثيراً برحيل مانيه؟ هل يتأثر محمد صلاح شخصين في الملعب برحيل ساديو مانيه؟ ولا شايف أن وجود دياز مع نونيس كمان الصفقة الجديدة قد يعود غياب ساديو مانيه؟ دعني أقول لك أن مانيه لعب محترف جداً ويؤدي بشكل رائع في الملعب هذا أمر لا خلاف عليه وهو دائماً متقدم ولداه رغبة ودفعية ويستطيع أن يحرز الأحداث وله على عديد من التكتيكات الرائعة فوز محمد صلاح تقريباً بكل ألقاب الفردية مع ليفربول والدول الإنجليزية هذا الموسم تعتقد أنه قد يمنحه فرصة للفوز بجهازة أفضل لعب في العالم ولا تتوقع أنه بعيد عن الفوز بهذه الجائزة؟ لا هو ليس بعيداً عن هذا ولكن يستطيع أن يحقق هذا الأمر بسهولة أعتقد أن الأمر هو يحتاج أن هناك عديد من الأشياء البسيطة ويستطيع أن يحقق هذا الأمر بمنتهى السهولة هذا الأمر من السعوبة أن تكون أفضل شخصاً على الإطلاق ولكن هذا ليس مجتحيلاً بالنسبة لمحمد صلاح جيرد نوز مدرب ليفربول السابق أنا أشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة مداخلة